مرحباً مرحباً بنفس النطق لكن بتهجئة مختلفة أو كتابة مختلفة وكذلك معنى مختلف والآن بعدما عرفنا ما هو الهوموفون أو الألفاظ المتجانسة نمر لنرى الجزء الأول من هذه الهوموفون مع أمثلة على كل لفظ allowed معناها بصوت عالي مثال لا تتكلم بصوت عالي أو بمعنى مسموح مثال هم مسموح لهم بالذهاب خارجاً بمعنى عار أو حاف مثال هو ذهب حافي القدمين أو با بمعنى يتحمل مثال يجب عليك تحمل أخطائك بيل بمعنى كفالة مثال هو أطلق صراحه بكفالة أو بيل بمعنى رزمة مثال رزمة القطن تم تحميلها في الشاحنة بول بمعنى كرة مثال أنا أشاهد كرة القدم أو بول بمعنى صرخة مثال الرجل الغاضب صرخ بي بيلد بمعنى يبني أو ينشئ أو يصنع مثال هم عازمون على إنشاء أو بناء أو صنع رجل التلج أو بيلد بمعنى دفع حساب فطورة مثال أنا دفعت حساب فطورة لمعدات لم أكن قد طلبتها بمعنى فرامل مثال هو قام بحادثة بسبب أن الفرامل لم تكن تعمل أو بريك بمعنى يكسر مثال بكافة break your leg when you jump احذر كسر ساقك عندما تقفز بوتة بمعنى تلميذ بنظام داخلي مثال هي كانت تدرس كتلميذة بنظام داخلي أو بوتة بمعنى الحدود مثال فرنسا تتشارك بأحد حدودها مع ألمانيا بيت بمعنى تغلب على مثال هو تغلب علي بلعبة الشترنش أو بيت بمعنى الشمندر أو البنجر مثال بيت is a rich source of minerals الشمندر هو مصدر غني بالمعدن بي بمعنى يكون مثال you have to be patient يجب عليك أن تكون صبورا أو بي بمعنى نحلة مثال bees make honey from flowers النحل تصنع العسل من الأزهار بلو بمعنى صفرة أو نفخة مثال policeman blew the whistle to stop the car الشرطي صفرة أو نفخة بصفارته لإقاف السيارة أو بلو بمعنى اللون الأزرق مثال I wear the blue trouser أنا أرتدي البنطال أو السروال الأزرق باي بمعنى ودعا مثال buy for now أو باي بمعنى يشتري مثال money doesn't buy everything النقود أو المال لا يشتري كل شيء كارت كارت بمعنى قيرات وهي وحدة قياس مثال diamond is measured in carrot الماس يقاس بالقيرات أو كارت بمعنى جزر مثال كارت is rich in vitamin A الجزر غني بفيتامين ألف بمعنى سقف مثال the ceiling of the room must be high سقف الغرفة يجب أن يكون عاليا أو ceiling بمعنى ختم مثال we use a kind of rocks for ceiling letters نستعمل نوع من الشمع لختم الرسائل cereal بمعنى حبوب مثال rice is a cereal الأرز هو نوع من الحبوب أو cereal بمعنى تسلسلي مثال write the cereal number in the space below اكتب الرقم التسلسلي في الفراغ الذي هو بالأسفل check أي راجع وتفقد مثال check your answers before submitting your paper راجع أو تفقد أجوبتك قبل تقديم الورقة هنا يمكن أن تكون ورقة الامتحان أو check بمعنى شيك مصرفي مثال payments can be made by check or in cash الدفع يمكن أن يكون عن طريق الشيك المصرفي أو السيولة الجاهدة sell بمعنى زنزانة مثال the prisoner is locked up in a cell السجين مغلق عليه في زنزانة أو sell بمعنى يبيع مثال they sell the fruits at a high price هم يبيعون الفواكه بسعر عالي بهذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من الألفاظ المتجانسة نلتقي في الجزء الثاني شكرا thank you نلتقي في الجزء الثاني شكرا نلتقي في الجزء الثاني شكرا نلتقي في الجزء الثاني شكرا لا تشكر في الجزء الثاني شكرا